السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب حنوصل اليوم في الشابتر رقم 4 الشابتر هذا اللي هو عنوان Distributed Forces Centuries and Centuries of Gravity طيب اليوم حنبدأ بشرح Problem 1 Problem هذا حاوزين نجيب مكان مركز الثقل متاع الشكل هذا اللي هو موجود أمامنا طيب علشان نقدر نجيب الشكل يعني center متاعه هذا لازم يعني نقسم إلى ثلاثة أزاء مختلفة وعندما نجمحها هذه الأزاء بنحصل على الشكل الموجود هنا يعني حيساعدنا الجدول هذا كثير علشان نجيب ال-X وال-Y اللي هي يعني الاحتاثيات متاعة السنتر متاعة الشكل هذا طيب يجب يعني الشكل هذا هو الشكل يعني هندسي غير منتظم لازم نقسمه إلى أشكال هندسية يعني منتظمة مثلا نقدر نقسمه إلى مثلث اللي هو هذا قائم الزاوية ومربع اللي هو هذا وربع داير يعني شكل هذا اللي هو الكفال أنتم تاوه حيكون إيش حيكون مثلث قائم الزاوية اللي هي لبحات تاوه هنا مية وعشرين زي ما كم شايفين والارتفاع متاعه اللي هو هذا حيكون خمسة وسبعين اللي هو نفس الراديوس هذا يعني هذا حيكون خمسة وسبعين هنضيف له الشكل الثاني اللي هو المربع لكن المربع حيكون موجود في الناحية هذه هتكون لبعات متاعه خمسة وسبعين على خمسة وسبعين يعني لو نجمع المثلث والمربع هنتحصل على الشكل هذا كله لكن لازم نحذف منه ماينس هنا الربع الدائرة طبعا الربع الدائرة موجود في الناحية هذه هيكون هذا هو الربع الدائرة يعني هنا ماينس يعني الشكل الأول اللي هو نمبر وان اللي هو هذا هذا نمبر دو وهذا نمبر ثري هنبدأ بالمساحة الارية الارية امتاع كل شكل بالنسبة للشكل الأول المساح امتاعه سهلة اللي هي الطول في العرض يعني على اثنين يعني هتكون نص في مية وعشرين في خمسة وسبعين يساوي يعني هذي المساحة طول هذا في العرض هذا هن نقعدها في الارتفاع بتكون أربع الاف وخمسمية مليمتر مربع هذا بالنسبة للشكل طيب بالنسبة للشكل الأول الارية متاعه السنتر متاعه هيكون هنا ثلاثين وهذه ثلاث والأي حتكون نحي هذه ثلاث يعني هتكون ثلاثين المية عشرين ثلاثين مية وعشرين حتكون الثمانين بالنسبة للأي حتكون الثلاث متاع الخمسة وسبعين حتكون 25 ملي متر لو نضرب X في A يعني X هذه نضربها في الارية يعني نضرب 4580 هنحصل يعني على 360 في 10 قوة 3 لو نضرب ال Y في الارية يعني ال Y في الارية نتحصل على 112.5 في 10 قوة 3 نرجع للحين للشكل الثاني اللي هو المربع سهل السنتر متاعه حيكون هنا في النص يعني النص هذا والنص هذا لكن احنا ما نعاوزين المسافة هذه احنا عاوزين المسافة هذه هي ال X والمسافة هذه هي ال Y يعني ال X بتكون النص متاعة 75 مع المسافة هذه اللي هي 120 يعني حتكون كم بالنسبة لل X يعني حتكون 120 20 مع 37 ونص بتكون 157 قبل كل شي خلينا نجيب المساحة المساحة سهلة مساحة المربع يعني حتكون يعني ثلاث قوة 2 حتكون 75 في 75 النتيجة بتكون 5625 نرجع لل Y اللي هي نص المسافة هذه اللي هي نص ال 75 بتكون 37 ونص الحين هنضرب ال X في A يعني ال X هنضربها في ال AREA يعني هنضرب 150 5625 هنتحصل على 885 فاصل 94 10 و3 بالنسبة لل Y في ال AREA هنضرب ال Y اللي هي 37 ونص في ال AREA اللي هي 5625 هنتحصل على 210 فاصل 94 10 و3 شايفين هنا كلهم بالجمع يعني هذي هتكون بال PLUS وهذه بال PLUS شايفين لكن الثالثة هذي حفوا هتكون بال MINUS يعني نقص لأن هنحذف المساحة هذي يعني هتكون MINUS MINUS مساحة الربع الدائرة اللي هي يعني P في النص القطر اللي هو R اللي هو 75 قوة 2 على 4 ليش على 4 لأنه الربع هذه تساوي طبعا ما ننسى بال MINUS هتكون نقص 4417.9 أوكي طبعا ال-X بالنسبة لل-X يعني هيكون السنتر هنا المسافة هذي هي نفسها المسافة هذي زي ما شفناها النظري المسافة هذي هتكون دايما قيمتها A ربعة R على ثلاثة باي لكن احنا ما نعاوزين المسافة هذي عاوزين المسافة هذي يعني المسافة هذي اللي هي ال-X هتكون المسافة هذي كلها هنحذف منها القيمة هذي اللي هي 4R على ثلاثة باي يعني لو نحسبها هذي بتكون ال-X قيمتها كم بتكون المية وعشرين نزيدها خمسة وسبعين اللي هي الطول هذا كله هنحذف منه المسافة هذي اللي هي كم اللي هي ناقص 4R اللي هي 75 على ثلاثة باي القيمة متاحة هتكون 163 فاصل 169 بالنسبة لل-Y حتكون هذه هي ال-Y اللي هي المسافة هذه اللي هي المسافة هذه كلها هنحذف منها المسافة هذه يعني حتكون المسافة كلها اللي هي 75 ناقص 4R على ثلاثة باي يعني حتكون 75 إلا 3R على 4R عفوا 4R على ثلاثة باي 4R يعني 4 75 على ثلاثة النتيجة هتكون 43.169 طيب سهل أن نضرب X في الأريا لكن ما ننسى الماينس هتكون يعني 720 الماينس طبعا 720.86 80 في 10 و3 نفس الشيء هنضرب Y في الأريا يعني Y هذه هنضربها في الأريا بالماينس هتكون 1907.716 10 و3 طيب الحين لو نجمع هنا يعني إيش يعني نحسب المساحات يعني هتكون المساحة هذي بالبلاس وهذي بالبلاس ماينس هذي يعني تكون هذي مع هذي إلا هذي بتكون النتيجة 5707.1 هنا ما يحتاج أن نحسب هذي وهذي ما تحتاج لنحتاجها نجمع هذي كله بالماينس وبالبلاس يعني عفوا هتكون يعني 525 فاصلة 08 في العشر و3 نفس الشيء هذي هتكون 132 فاصل 724 في العشر و3 يعني علشان نجيب الإكس والواي عارفين أن الإكس بتكون سيجما إكس أريا على سيجما أريا يعني بتكون القيمة 525 فاصل 0 8 10 و3 على سيجما أريا اللي هي 5707 فاصل 1 النتيجة بتكون يعني 92 مليمتر يعني الإكس حينها هتكون 92 مليمتر هذه الإكس بالنسبة للواي هتكون سيجما وي في الأريا على سيجما أريا سيجما الواي في الأريا اللي هي هذه اللي هي 132 فاصل 724 العشر فوه ثلاثة على سيجما أريا اللي هي هذه اللي هي 5707 فاصل 1 النتيجة بتكون 23 وعشرين فاصل ثلاثة مليمتر يعني هنا بتكون 23.3 مليمتر هذه هي الواي شايفين يعني بالطريقة هذه شفنا الحل متع السانتر اللي هي الـ اكس والواي متع الشكل هذا طيب نمر الحين للبروبلم تو نفس الطريقة لكن الشكل هنا تغير الشكل هو مثلث لكن المثلث هذا يعني ما هو قائم الزاوية لشان كذا هنقسمه إلى مثلث المثلث الأول اللي هو هذا والمثلث الثاني اللي هو هذا يسبح مثلث قائم الزاوية هذا رقم 1 وهذا رقم الزاوية بالنسبة الرقم 1 يعني المساحة متاعه هتكون الطول اللي هو 72 والعرض متاعه اللي هو 30 يعني هيكون نص المية 30 نص 30 في 72 النتيجة هتكون 1080 مليمتر مربع الـ X متاع المثلث الأول طبعا الـ X هيكون هنا يعني هيكون مسافة هذه كم يمن هتبعد على الزاوية القائمة الثلث مسافة هذه الثلث المسافة هذه الثلثين يعني هتكون ثلث الثلاثين يعني الـ X هتكون 2 على 3 في 30 النتيجة هتكون طبعا 20 سهلا الحين هنضرب X في A يعني X في A هنضرب هذه في هذه يعني 1080 في 20 هتكون 21 600 نمر الثانية الثانية المساحة هتكون نص 48 هنضربها في 72 يعني هذي 48 وهذه 72 النص متاحها طبعا النتيجة بتكون 1728 هذه المساحة بالنسبة للـ X يعني X هناخذ هذه الزاوية القامة يعني هتكون ثلث المسافة هذي هنضيف لها هنضيف يعني احنا عاوزين المسافة هذي كل هتكون ثلث هذا هنضيف لها 30 يعني هتكون 30 مع الثلث 48 النتيجة هتكون 46 40 طبعا لننضرب الحين الـ X في الـ Area اللي هي 1728 بنتحصل على 79 48 الحين لو نحسب طبعا هذه نحسبها مع هذه بتكون 2808 نحسب هذه مع هذه هذه من الثلثين مع بعض ما يكون مجموح هنا نفس الشي لو نحسب Sigma X يعني نحسب هذه مع هذه هذا من الثلثين نحسب هم الناتج يكون 1808 عفوا 1808 هنا عاوزين نجيب X بس يعني X هتكون Sigma X Area على Sigma Area طبعا Sigma X Area هذه 1 188 على Sigma Area طبعا هتكون 288 النتيجة هتكون 36 يعني ملي متر ملي متر هذه هي يعني X شفتو هنا جبنا X اللي هي امتعة الشكل هذا طيب نكتفي اليوم بهذا القدر ان شاء الله في محاضرة قادمة نواصل بقية الشابط هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته